السلام عليكم وأهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية أظهرت دراسة حديثة أن مملكة البحرين البلد الوحيد ضمن دول مجلس التعاون الخليجي التي تزيد إراداتها من قطاع السياحة عن مصروفات مواطنيها على السياحة الخارجية وذلك حسب أرقام البنك الدولي لعام 2014 وأوضحت الدراسة التي أجرتها شركة بروات للاستثمارات تقدم مملكة البحرين عن باقي شقيقاتها من دول مجلس التعاون الخليجي بينما يصرفه المواطنين للسياحة الخارجية وإرادات السياحة داخل البحرين حيث أن إراداتها من السياحة في عام 2014 بلغت مليار دولار و915 ألت دولار وأكثر من 800 مليون دولار على السياحة خارج البحرين وبذلك تكون مملكة البحرين قد حققت فارق إيجابي يعادل مليار و51 مليون دولار أمريكي وأكد الدكتور خالد جاسم بمطيع المدير العام للشركة أن نسبة الإرادات السياحية للبحرين هي الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون بنسبة 5.66% ترجمة نانسي قنقر